فضيحة صريقة مقال من كاتب يهودي بريطاني يدعى بن جودة ونسبه لنفسه اعتذر الأعلام الساخر باسم يوسف عن الخطأ الذي ارتكبه كما اعتذر عن الكتابة الصحفية أسبوعيا بشكل مؤقت واعتذاره الأول جاء عبر رسالة على موقع تويتر قال فيها شكرا لكل من انتقد وبهدل وهاجم فهذا مهم الحياة العامة قاسية جدا وهذا الثمن الذي ندفعه لو أخطاء الواحد منه بعض الناس لن يتقبلوا الاعتذار أو التوضيح لكن شجاعة الاعتذار مطلوبة بصرف النظر عن القبول أو الرفض كلنا بشر وما من أحد فوق النقد شكرا للهجوم والنقد ووضعي في حجم الإنسان الحقيقي فأنا أيضا أخطائي لا مبرر لها كما نشر باسم يوسف مقالا في جريدة الشروق المصرية واعترف فيه بخسارته ثقة فئة من الجمهور لن تعود مجددا وأن هذا الاتهام سيبقى معلقا في رقبته وسيتم استرجاعه كلما أطلق تصريحا أو أبدى رأيه بشيء ما يذكر أن باسم يوسف وقع في هذا الخطأ الذي أثار ضجة في الوطن العربي وكان كارهوه وهم كثر له في المرصاد بعدما نسب لنفسه مقالا نشره في جريدة الشروق بعنوان لماذا لا يهتم بوتين هو في الأصل مقال منشور على موقع بوليتيكا بعنوان لماذا لم تعد روسيا تخاف من الغرب للكاتب بن جوده وبرر باسم يوسف خطأه بأنه نسي إضافة المصدر لانشغاله بتحضير حلقته من برنامج البرنامج ترجمة نانسي قنقر